أخبارنا الاقتصادية بأسعار الفائدة حيث ينتظر بعد ساعتين من الآن أن يزور البنك الفدرالي القرار الأول للعام الحالي لأسعار الفائدة ومن المتوقع أن يقوم بتثبيتها ويأتي هذا الاجتماع بعد أن رفع الفدرالي سعر الفائدة عشر مرات منذ أذار مارس 2022 ليصل حاليا إلى نطاق بين 5.4 و 5.5% وفي الأردن يترقب الشارع قرار البنك المركزي الأردني بعد صدور قرار الفدرالي والذي من المتوقع أن يصدر غدا الخميس محافظة البنك المركزي الدكتور عادل شركس توقع بدء انخفاض أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الحالي فيما أشار آخر تقرير أن الفوائد أثقلت كاهل المواطنين حيث كان عدد من الأفراد غير قادرين على إدارة شؤونهم المالية في 2023 ردت الحكومة على انتقاد النواب للسياسة المالية وتوجيهاتها قبيل إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي بالأغلبية بأنها نفذت إصلاحات ساهمت في تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي وحافظت على القدرة الشرائية للمواطنين رغم التحديات الخارجية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصوني أكد أن الحكومة ستستمر بديدنها ونهجها بأن لا تعد إلا بما تستطيع أن تقوم به وأنها ملتزمة بالعمل على إصدار تشريع لتوجيه الدعم للطلب المحتاجين استجابة لملاحظات النواب حول صندوق دعم الطالب في الجامعات وزير المالية دكتور محمد العسعس قال ردا على انتقاد النواب لتزايد مستويات الدين العام إن الدين العام في مسار الهبوط وتم استيعاب نفقات الفوائد جراء زيادة الفائد عالميا دون التأثير سلبا على الاستقرار المالي وأكد أن الحكومة ماضية في تبني السياسات وتطبيق الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة تؤكد الحكومة على حقيقة أن لا نمو اقتصادي مستدام دون استقرار مالي ونقدي وإدراكا من الحكومة لأهمية شمول النمو لجميع القطاعات الاقتصادية وأبرزها القطاعات ذات المساسي المباشر بحياة المواطنين مثل قطاعات التعليم والصحة والمياه والسياحة فقد قامت الحكومة بزيادة مخصصات التعليم والصحة فقط بنحو 219 مليون دينار كما قامت الحكومة بتوفير المخصصات المالية لتعزيز جاهزية القطاع السياحة للمرة الأولى العام الحالي رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسبة 1.7% وتثبيت السولار فيما استمرت للشهر الثاني عشر على التوالي في تثبيت أسعار الكاز وبموجب التسعير التي سيبدو العمل بها بعد منتصف هذه الليلة تم رفع سعر لتر البنزين 90 بواقع 15 فلسا ليصبح 910 فلسات بدلا من 895 فلسا بتسعيرة الشهر الحالي فيما تم رفع سعر لتر البنزين 95 بواقع 20 فلسا ليصبح 1150 فلسا بتسعيرة شباط بدلا من 1130 فلسا في حين لم يطرأ تغيير على سعر مادة السولار عند 720 فلسا للتر كما أبقت على تسعيرة الكاز المعمول بها منذ كانون الثاني من العام الماضي عند 620 فلسا لكل لتر كما لم يطرأ تغيير على سعر استوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للإستوانة أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي الإجراءات المزمع اتخاذها العام الحالي لتطوير ودعم القطاع الزراعي وذلك خلال مؤتمر صحفي ومن أبرز الإجراءات إعداد خطة إقراضية بقيمة 55 مليون دينار وإلغاء الغرامة المتعلقة بتأخير دفع الأقصاط المستحقة البالغة 3% وتخصيص قرابة مليون دينار كقروض دون فوائد لتجيع الإقبال على استخدام الطاقة المتجددة كما تضمنت الخطة منح قروض بدون فوائد للسيدات والشباب في معان لتأهيلهم وتدريبهم على المهن الزراعية والحصاد المائي ومنح 300 مزارع من إربد والبلقاء وعجلون قروضا لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وأطلقت المؤسسة خدمة التأمين من خطري الوفا والعز على المزارعين المقتردين ووقعت اتفاقية مع إحدى شركات التأمين المحلية نسبة من وصل للقضاء من المؤسسة الزراعية المتعثرين اللي إحنا رحنا وصلنا إلى مرحلة القضاء 2.4% 2.4% هاي أقل نسبي شوفوا البنوك شوفوا أقل نسبي ليش لأنه هدفنا حتى نستنفذ كل الوسائل ما بنصل للقضاء اللي نستنفذ كل سنوات حقيقة وإحنا تسهيلات وجدوري حتى نصل للمرحلة أن نوصل للقضاء إحنا اليوم نحكي عن وضع الحمد لله وضع سليم للمؤسسة قاعدين نتوسع في الخطة الإقراضية نتوسع في كل الخدمات اللي نقدر نقدمها للمزارع اللي إحنا معنين فيه قادرين نصل لمرحلة أن نترجم توجهات الوزارة وسياسات الحكومة فيما يتعلق في تطوير القطاع الزراعي ولا شك يعني النفس الملكي والنفس اللي هو فعلا يعني النبراس بالنسبة لنا إحنا قاعدين نترجمه على أرض الواقع أعلنت دائرة الجمارك إنجاز مجموعة من المشاريع التطويرية والتحديثية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومن أبرز الإنجازات التي أعلنت خلال ورشة عمل بالعقبة مشروع إعادة هندسة الإجراءات الجمهورية الذي جاء استجابة لمطالبات التجار والصناعيين وإطلاق مشروع القائمة الذهبية ومشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني مدير عام الجمارك اللواء جلال لقضاء لفت إلى أن الدائرة اتخذت إجراءات عاجلة للتعامل مع طباطع حركة وصول البضائع من ميناء العقبة بسبب التوتر الحاصل في باب المندب وفعلت خطط الطوارئ ورفعت مستوى تنسيق مع كافة الأطراف إطلاق القائمة الذهبية في منطقة العقبة الاقتصادية لتسهيل التجار والصناعيين أسوة بالمنطقة الجمهورية موضوع ثاني هو موضوع إعادة هندس إجراءات في داخل منطقة العقبة الاقتصادية بهدف تسهيل الوقت واقتصار الوقت وتسهيل علاءة التجار في الزمن والإجراءات والكلفة الموضوع الثالث هو إطلاق موضوع الرخص المسبقة بالتعاون مع الدوار الأخرى المعنية بإصدار الرخص